مجزولة ثالثة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن ذكرى العشر من رمضان تعيد إلينا ذكرى حرب تحرير الأرض واسترداد الكرمة جاء ذلك في تهدئة بهذه المناسبة من رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم وهنأ رئيس مجلس الشيوخ الإخوة الأقباط بأحد شعنين وقرب حلول عيد القيامة نفل مركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من شائعات بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاق على نفقة الدولة وشدد المركز الأعلامي نقلا عن وزارة الصحة والسكان على استمرار استخراج قرارات العلاق على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير ودون تحميل المواطنين أي مبالغ مالية أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير باجرسن للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي أكد شكري على الأولوية التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي فيها كما بحث شكري سبول رفع المعاناة عن الشعب السوري واتفق الجانبان على مؤصلة التشاور والتنصيق خلال الفترة القادمة حذرت وزارة الخارجية فلسطينية من تواصل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والمصليين والمعتكفين كما أدانت الخارجية حملات التحريض المستمرة التي تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد ومن ناحية أخرى حولت قوات الاحتلال الإسرائيلية باحث المسجد الأقصى المبارك إلى تقنة عسكرية لتأمين اقتحمات المستوطنين لساحة الحرم وأفادت مصادر فلسطينية بأن نحو 912 مستوطنا اقتحموا ساحة المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة أفادت وسائل الأعلام الرسمية السورية بوقوع انفجارات في محيط العاصمة دمشق وقالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اسرائيلية قصفت أهداف سورية وأسقطت بعضها وأضافت أن الهجمات أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية وكان الجيش الإسرائيلية قد أعلن قصف أهداف عسكرية سورية بزعم الرد على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب مقاتي رفضه المطلق لأي تصعيد عسكري من الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب في زعزعة الاستقرار القائم وأوضح مقاتي أن التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني كشفت أن من قام بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل ليست جهات منظمة بل عناصر غير لبنانية وأن الأمر كان عبر عن رد فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة كذلك استنكر مقاتي العدوان الإسرائيلية المستمرة على لبنان نهاية موجزة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم